النهاردة مش النهاردة بس يا كابتون حاسم الحاجات الملاحظة قوي في الاهلي انه بيوصل للجول كتير جدا بس برضو بيضايع كتير جدا بالزبط ليه؟ اكيد بيشتغل يعني هو المدير الفني اكيد بيشتغل على التحاجات دياته اهم دم هو اشتغل انه يوصلهم يوصل ففي الاخر فيه يعني هو دوت الحظ انت ممكن النهاردة ممكن ما كونش موفع بس انا شايفها في لعبة كتير هو المشكلة اللي انا عايز اقولها ان النادي الاهلي محتاجنا التلاتة قدام انت الغدواتي لسه يعني الراجل المدير الفني بيدي فرص كتير قوي يعني بيدي لكل اللعبة فرص واللعبة هتندم على الكلام ده جامع جدا لان انت ما فيش لعيب بيلعب خمس ست ماتشاط واربعات كله بيلعب ماتشين تلاتة وبيبدل وبيعمل يعني بالزبط اعمال يدي لعيبة بيدي لعيبة فده اللعبة فيه لعيبة هتندم على الحاجات دي يعني فيه لعيبة بجد هتندم على الفرص اللي هي بالجلة وما بتثبتش نفسها مين هيندم؟ اه؟ مين هيندم؟ مين هيندم على فرصة بيخدها دلوقتي وما بيستغيب محمد هاني هيندم اه ممكن لو جابوا لعيبة عبدالقادر اه شريف اه حسام حسن يعني اتفرودك وعموما انت لغاية دلوقتي الرجل بيلعب لعب مش فرود بيلعبه فرود مش حكاية ان هو مش مقتنع بالناس التاني بس على فاكرة انا عايز اقول معلومة عشان النهارده الناس كتيرها تنقلتها يا كابتر حسن اه برونو ساوي في الفريق اللي كان بيلعب فيه اصلا كان بيلعب مهاجم او شادو سترايكر يعني هو بيلعب مهاجم هو بس احنا بالنسبة انه هو مش مركزه ليه عشان منساعد ما جيه هنا هو الراجل نفسه اللي كان بيلعبه رقم عشرة يا جنيح انت مشوفتش اللي كده اه مشوفتش اللي هنا بس برونو ساوي وده اللي قاله النهارده مارس الكرة على فاكرة في المؤتمر قال هو كان بيلعب اصلا مهاجم هو احنا اللي كنا بنوظفه توظيف تاني يعني طب تمام هو لما يكون عنده ثلاث فراودة وييجي برضه الراجل اللي بقاله فترة بيوظفه في كذا حتة مثلا يلعبه هاف رايت او هاف ليفت او صنع علعابه بعد كده النهارده يجي لعبه ويقعد الفراودة كلها النهارده فدي برضه حاجة برضه يعني يعني خليك تفكر فانتا هي النقطة لازم اللاعب التنادي الاهلي تركز كويس قوي لان المشكلة لو فضلوا على كده لان المطشات كلها كل شوية يقلوا يقلوا حاجة يقلوا حاجة اللي عجبني بقى في المطش الشوت الاولاني كورس سابتة بتاعت الراجل الراجل بيعمل كورس سابتة يعني انا كمدرب بتعلم النهارده منه من الكورس سابتة بتاعته اخطاء النهارده نادي الاهلي المساحات التلات مساحات بيقعد عن بعض قوي ليه الديفنس قلان من السرعات ليه ليه بتاخد يعني ياسر ومحمود متولي ليه بياخده ينزله تحت قوي فهي دي في تلات خطوط الشوت الاولاني كان بالذات بعض عن بعض دي كانت مشكلة جامدة قوي الشوت الاولاني